افتتحت بمدينة طنجا وحدة صحية ميدانية داخل مستشفى محمد السادس من أجل التكفل بالحالة المتوسطة والخطيرة لمرضى كوفيد-19 وتتكون الوحدة الميدانية التي تم تشهيدها وتجهيزها في أقل من أسبوع من 48 سريراً في غرف فرضية مجهزة بآلات دعم التنفس وأجهزة مراقبة الوظائف الحيوية حيث ستخصص الاستقبال المرضى الذين يتطلبوا وضعهم الصحي تزويداً مباشراً بالأكسجين هذه الوحدة ستكون عناية مركزة كما تشوف فيها الأكسجين فيها جميع الأجهزة التي تمكنها من مراقبة المريض ومن تكفل به في أحسن وجه غادي يشتغل في هاد الجانح أطباء وممرضين وأساسي ذا ديال المركز الاستشفائي ديال طانجة وغادي يكون تحت إمارات أستاذة جامعية غادي يتكفلوا بالحالات اللي غادي يتم الفرز ديالها هنا الحالات اللي خصها غير المراقبة غد تبقى في هاد الجانح والحالات اللي غد تكون حريجة وحريجة جداً غد تتنقل بين ثلاثة ديال المصلحات ديال الإنعاش وستخفف هذه الوحدة الضغط على أقسم الإنعاش التي تبلغ طاقتها الاستعابية ثلاثة وسبعين سريراً حيث يرم افتتاحها ترك أسرة أقسم الإنعاش إلى المرضى الذين يتطلب وضعهم الصحي خدمات الإنعاش تم تعزيز مستشفى محمد الثالث بواحد المصلحة ديالها 48 سرير هاد المصلحة مش كون كتتتقبل المرضى ديال الكوفيد اللي محتاجين لعنايان مركزة مش يتسمحنا باش نوفرود حضوض أكتر هاد المرضى هادو اللي محتاجين بززاف اللوكسيجين المتواجد بهذا المصلحة نتمنى وأن هاد المجهودات ديال السلطات المحلية وسلطات الصحية اللي دسمت فوحد ضرف واجيس هذا المستشفى هذا ناضي في حد الزمن اللي قسر بزاف ما كملاش أسبا واحد ومش يتكلفو به طاقم طبي وطاقم تمريدي أن هاد الجهود هادي ما تمشيش هاباء المنطورة وحدة العناية المركزة المستحدثة مجهزة بالأكترين وكافة الأجهزة التي تمكن من مراقبة المريض والتكفل به على أحسن وجه يشرف عليها طاقم طبي وتمريدي من المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة ترجمة نانسي قنقر